أجرى رئيس الحكومة ناجيب ميقاطي اتصالا بولي عهد الكويت الجديد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وهنأه على تسلمه المنصب الجديد وتم خلال الاتصال البحث في العلاقات الوطيضة بين لبنان والكويت كما شكر رئيس الحكومة الكويت على دعمها المستمر للبنان على الصعود كافة وكان رئيس الحكومة استقبل السفير قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن بن فيصل الثاني في السراي وعرض معه مستجدات الأوضاع في لبنان إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين واجتمع مع نائب مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارينا وولتر وتم البحث في مشاريع ونشاطات البرنامج في لبنان واستقبل رئيس الحكومة كذلك كل من النائب محمد يحيا ووليد البعريني وعرض معهما الأوضاع الإنمائية والحياتية التي تختص بمنطقة عكار واستقبل رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت وضع الشركة كما استقبل وفدا من لجنة المتابعة عن بلديات المنطقة الحدودية في الجنوب ضم بلديات رميش علم الشعب جديدة مرجعيون رشية الفخار دبل والقليعة وبعد اللقاء تحدث باسم الوفد رئيس بلديات رميش ميلاد العلم فقال أطلعنا الرئيس ميقاتي على معاناة السكان في الجنوب وعلى وضع القرى المنكوبة الجنوب اليوم صار موجوة والجنوب عم يحترق عم يحترق كل يوم بعد يوم وخاصة بعد العدوان اللي عم يصير كل يوم والأصف والفوسفور اللي عم ينزل أطلعنا دولة الرئيس على تقديم مشروع أنون بأعفاء هالي الجنوب كلهم من الضرائب من الكهرباء من الماء من كل الرسوم المتوجبة عليهم العامين 2023 و2024 ونقش الوفد مع الرئيس ميقاتي موضوع المساعدات للمدارس والمساعدات الغذائية كذلك المساعدات لجميع المزارعين بعد أن أطلفت محاصيلهم من جراء الحرب على لبنان إشتركوا في القناة